قوات عسكرية عربية في سوريا بقيادة الرياض مقترح قديم جديد للمملكة العربية السعودية قدمته للولايات المتحدة قبل سنوات وجددت استعدادها إرسال قوات عربية مشتركة الخبر كشف عنه وزير الخارجية السعودي عادل جبير خلال مؤتمر صحفي المشترك مع الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو جوتيراش متحدثا عن نقاش سابق للرياض مع واشطن خلال فترة رئاسة باراك أوباما نحن في محادثات مع الولايات المتحدة كما هو الحال منذ بداية الأزمة السورية بشأن إرسال قوات إلى سوريا قدمنا مقترحا لإدارة أوباما بأنه إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات إلى السعودية فستنظر المملكة مع الدول العربية الأخرى لإرسال قوات كجزء من هذه الوحدة لذا فإن الفكرة ليست جديدة أجبير رد على مقال نشر الأثنين في صحيفة والد سريت جرنال ورد فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تشكيل قوة عربية تضم قوات سعودية وإماراتية لإرسالها إلى سوريا تدعم السعودية في النزاع السوري فصائل معارضة للنظام بينما تقف إيران الخصم الأكبر للمملكة في الشرق الأوسط في صف نظام الأسد في المرحلة المقبلة قد نشهد قتالا عربيا على الأرض السورية ربما تكتفي الدول الغربية بالمتابعة بعضهم يشاهد والآخر يتفرج شكرا للمشاهدة